عندما يتوفر المال تلتأم جراح الضحايا وتنتهي مآسيهم هكذا تنظر الحكومة في بغداد لفواجع العراقيين فالضحايا وذوهم مجرد أرقام تستغل للدعاية السياسية حالهم في ذلك حال موارد البلد وثرواته المتنازع عليها بين أحزاب السلطة وإمعانا في إغفال البعد الإنساني لأي فاجعة تضرب أطناب المجتمع استعرضت حكومة السوداني إمكانية شمول ضحايا فاجعة حريق الحمدانية بقانون مؤسسة الشهداء ودفع تعويضات مالية لهم وتحمل تكاليف علاج الجرحة استعراض إعلامي رد عليه ذو ضحايا الحمدانية بالقول إنه من بديهيات عمل الحكومة تجاه مواطنيها خاصة عندما يكون الفساد المالي والإداري وسوء التخطيط والإهمال أبرز أسباب الفاجعة إذن لا جديد يذكر على صعيد الفشل الحكومي في التعامل مع الأزمات لكن رد الفعل الشعبي ملفت للأنظار وبدى ذلك واضحا على وجوه ذوي الضحايا في وسائل الإعلام وأكثر وضوحا حينما تم طرد وزيرة الهجرة الحالية إيفان الكلداني فور وصولها إلى قاعة أعراس الهيثم المملوكة لمتنفذين تابعين للميليشيات والتي تفحمت بمن فيها بفعل الحريق فاجعة الحمدانية التي وصفت بالإبادة الجماعية قابلتها السلطة بفتور وبإجراءات أهمها قرار حكومة السوداني بصرف مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي الضحايا أي أقل من سبعة آلاف دولار ثمنا لكل روح أزهقت في الحريق قرار رد عليه بقوة رئيس أبرشية الموصل وكردستان العراق ما يستحون على نفسهم يطلعون يقولون رح نعطي عشر ملايين للمتوفي وخمس ملايين للجريح استحوا استحوا الإنسان لا يعوض بمان وبدلا من محاسبة المتسببين الحقيقيين للفاجعة اكتفت السلطات الأمنية بإلقاء القبض على عدد من العاملين في الصالة للتحقيق معهم وكشف ملابسات نشوب الحريق ناشطون ومراقبون عبروا عن خشيتهم من تكرار فواجع الحرائق في البلاد مرجحين أن لا تكون حادثة الحمدانية هي الأخيرة نظرا لعدم معالجة أسباب الفساد والإهمال من جذورها